فيتامين دي أو فيتامين دي الواحد من أهم العناصر الغذائية اللي محتاجها الجسم علشان تبني عضم صحي وتحافظ على صحة العضام نقص الفيتامين ده بيأثر على العديد من وضائف الجسم وده لأنه طبعاً واحد من الفيتامين داعمة للملاعة وكمان بيحارب العضام طبعاً بكل تأكيد مهم ونقصه أو غيابه يترتب عليه مشاكل كبيرة جداً ليه دور كبير جداً في التركيز رفع الكفاءة البدنية عشان كده بنسأل إيه الأسباب اللي ممكن توصلنا لنقص فيتامين دال هل الضيط من أسبابه من أسباب نقص فيتامين دال أسئلة كتيرة هتجاوبنا عليها دلوقتي ضفتنا لمنورانا في الستوديو الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية دكتورة صباح الخير يا فاند يا أهلا مع حضرتك سباح لي الشرف بيكو ننوراني دكتور أهلا مع حضرتك في البداية عايزين نعرف إيه هو فيتامين دال هو فيتامين دال يعني هو فيتامين بنسميه فات سوربول أو بيدوب فيه الدهون ويمكن الخلية أو جدار الخلية يخزنه بسهولة إحنا بنقول نقص فيتامين دال ليه؟ نقص فيتامين دال نتيجة لعدم تعرضنا للشمس أنت متخيلة أن الناس بتغفى لتعرضها للشمس شمس البلد الشمس الجميلة ديت اللي الناس بره في أوروبا بيدوروا على الشمس مش بيلقوها التعرض يوميا لشمس مباشرة مش من جوة الجدار مش من خلال الإزاز لمدة تلت ساعة نعرض إيدينا ووشنا للشمس لمدة تلت ساعة يوميا ده مهم جدا جدا هو ده فيتامين دال اللي موجود المستقبلات بتاعته في كل أنحاء الجسم بيشتغل في كل حاجة بنسميه حاجة اسمها بري هرمون أو نعمل أنواع يعني كأنه هرمون بيدخل في تصنيع حاجات كتير قوي وبيدخل في وظائف كتيرة من الجسم لا تعد ولا تحصم أكيد أمال إزاي يعني الناس مش بتتعرض للشمس والناس ويها ناس لشغلها بتتعرض للشمس وهي سواء بقى ركبة مواصلات ركبة عربيتها ومشي على رجليها ما احنا بنتعرض للشمس بالعبس احنا نبقى حرانين ونحن نقول حطوا سان بلوك وحفظوا على نفسكم واخدوا باك معينة ولا علينا احنا موانة بلوك أوكي بفيش مشكلة بس اتعرضي الشمس الأول بقى نحط سان بلوك لو انت خارجة ما فيش مشكلة الاول نتعرضي الشمس مباشرة لينا الشمس اللي هي قبل الساعة عشر الصبح وبعد الساعة عربعة دي كويسة جدا جدا احنا دايما حاجاتنا لو تستقل لو تغدي بال حضرتك اين دور يعني بروح المول مقفول بروح بشري حاجتي من السوبر ماركت مقفول سايق عربيتي قفلى الإزاز وفتحة تكييف اذا انا ما بتعرضش للشمس او مش سايق عربيتي ركبة حرق قلتي ركبة مواصلات برضو هو من خلال الإزاز مش متعرض للشمس مباشرة يعني مش طالع قاعد في الشمس يعني احنا لو عندنا شباك صغير حتى تعرضنا مش كفاية لان زي ما بنروح للسوبر ماركت زي ما بنروح نشتري من السوق المفتوح وزي ما بنركب العربية بنركب المواصلات يعني بنتعرض بس حالك شايفة انه مش بشكل كفاية انتي مش متعمدة تظهري للشمس يعني انا عايز اكتقال واحد يقعد كده انا عايز اقول لحضرتك امراض الاكتئاب الشديدة اللي موجودة في أوروبا وناس كتير بتنتحر وحالات الانتحار والكلام ده كله نتيجة لعدم التعرض للشمس ووجود الشمس نتيجة نقص فيتامين دال بيخلي لزمة الاكتئاب عالية جدا جدا عندهم احنا عندنا يعني حرك لحظي كده لو قعدت في مرة كده تقريك تاب حتى في الشمس او تعودي كده هو مع نفسك في الشمس هتقومي حسن معنوياتك احسن يعني بيفرز هرمون السعادة طيب هل الشمس بس هي المصدر؟ بصي حاضر فيه في الأكل زيت كابت الحوت وممكن ياخد سابلبنت لو طبعا ما البلاد المفها الشمس هيضطر طبعا يعمل التحليل وبياخد تابلنت موجود في أكل يعني؟ موجود في زيت كابت الحوت موجود في صفار البيت بس صفار البيت عشان تاكله تاكل كرتون البيت يعني نسبته في الأكل أقل قوي بكتير قوي من أن الشمس يتعرض مباشرة لها أكيد طيب انتشر كده كلام وسط السيدات وفي جروبات السيدات على مواقع التواصل الاجتماعي أي حدي الشيك بالأي حاجة أكيد عندك نقص في فيتامين دي معروفة مصدع عندك نقص في فيتامين دي تعبانة ومنهكة عندك نقص في فيتامين دي فعلا هو هو بيتخط ممكن قوي حررتك يعني لو ممكن ناخدها من أول فوق لغاية تحت يعني لو إحنا قلنا أننا وظائف المخ والتذكر سقوط الشعر العدوة المتكررة الفيروسية فاكر حركة أيام الكورونا الناس كتعمل على طول بتاخد فيتامين دي بس أنا لا أنصح بي أنه لما يعمل التحليل يتابع مع دكتور يعني في الأول والآخر دوا هو في الأول والآخر فيتامين عادي دوا فعلا أنا لما هتعرض للشمس تالت الساعة ما فيش مشكلة فيه مش يحصل لي يعني الفيتامين مش هيعلى في جسمي ودايما يفلق التحليل دايما إحنا بنقول حتى الناس السليمة يعملوا تحليل وفحوصات كل ست الشهور فيتامين دي دلوقتي يحررك الحملات اللي هي 100 مليون صحة أحيانا بتبقى ممكن يتعامل للسيدات الحوامل أو يتعامل للناس العادية بسعر معقول يعني أو تبع الحملات دي طيب نسبته كام أقول أن أنا عندي نقص في فيتامين دي أقل من 65 يواني أقل من 65 واحدة عشرة واحدة بالضبط يعني أنا هبتدي أعاني أقل من كده لازم أزبطه كده محتاج أدوية محتاج أه ممكن تاخد صبل بالضبط تاخد صبل أه تاخد أدوية بس مفضل أحوال بحسن ما سمعت لا والله عادي لو حررتك تاخد بس دي سري مش دي تو يعني فيتامين دي سري ده الأهم هو ده الصح كويسين طيب في حاجات بتتاخد مع بعض علشان تسرع الاستفادة يعني مثلا ده كانت الأطفال بيوصفوا الكالسيوم مع الفيتامين دي للأطفال في سن معين مثلا في سن المشي أو الحب في سن التسنين يعني فيه حاجات كده بيوصفوها مع بعض تساعد ده له علاقة ولا أحلم لكتهد تفاجئ كما أنا أقولك لو الدكتور بيوصف للك كالسيوم مع فيتامين دي تغيري الدكتور أوكي فيتامين دي هو بتاخد معاه كي تو كي تو هو فيتامين دي بيساعد على امتصاص الكالسيوم الفيتامين كي تو بيساعد على أن الكالسيوم ما يترصبش في أنحاء الجسم ويدخل مكانه الصح فيتامين اف اللي هو الناس مش بتتكلم عليه بيساعد على ان اتصاص الكالسيوم موجود في الجلد وسلامة الجلد فإحنا ممكن ياخد معاه مالتي فيتامين لكن ما ياخدش معاه الكالسيوم يعني بس برضو بأمر الدكتور مش لوحده طيب نقصه بقى في الجسم أنا دلوقتي في حد أنه عنده نقص في فيتامين دي هل هل ده في بعض الناس بتقول بتربطه بالسمنة الزايدة أو بعمل الضيط هل لي علاقة أصلا بالاتنين دول السمنة الزايدة هو ممكن يكون بالنيوترشن يعني أو مش بيأكل كويس يعني بيأكل الأكل مش مفهوش سوق سغزية اللي هو عبارة عن أنها مخبوزات الهامبرجر المياه الغازية فطبعا عنده فات وبيهتمش بالعناصر وطبعا إحنا عارفين كويس قوي للصودة بتاعت المياه الغازية بتعمل هشاشة في العظام ده معلن يعني بالنسبة للضايت دايما بيقولك في الضايت لو سمحت ما تاخدش أي حاجة فيها دهون طب هو الفيتامين دي هو الدهون هي المسؤولة عن وجوده يعني هو عبارة عن إحنا الشمس ما بتعرض للشمس الكوليستيرول الموجود هو مكانه فيتامين في الجسم مثلا بيبقى مخزن فين في الجسم هو أنت بيتخزن في الكبد بس مش حنا بشيء يعني هو بيتصنع يعني بتصنع أول بأول على حسب احتياج حضرتك الكبد هو مكان التخزين وموجود في الخلية كلها كمان على فكرة كل خلية بتحتاجه موجودة فيها في جدار الخلية الخارجي تصابقة الدهون دي بيبقى فيها فيتامين دي لأن أي خلية في الجسم بتحتاج فيتامين دي أي ضايت يقول لها حقيقة إيه بعد عن الدهون وتأكده معناها أن أنا مش هقدر بيتامين دي يعني أنا هقول لحضرتك لما بتاخدي التابلت بتاع بيتامين دي تاخدي معاها نص معلقة مثلا زيت زيتون تاخدي معاها أي حاجة دهنية بسيطة بس الدهون سليمة يعني مكسرات السمسم زيت السمسم من الحاجات الجميلة نتكلم في الدهون الصحية الغير مهدرجة واللي ممكن تساعد على المتصاص يعني عشانك دايما بيقولك وزمين يعني دايما بتاخدي الفيتامين دي مع القتل يعني مع وجبة الغداء مثلا أي طيب دكتورة يعني البعض ممكن يبقى يقول يعني إيه جماعة موضوع فيتامين دي اللي انت بقيت عمانين تتكلموا عليه ممكن لو أهملنا إن احنا ناخد أو نعالج أثار نقص فيتامين دي على الجسم إيه اللي ممكن يحصل عدوة فيروسية متكررة يعني جميع الفيروس أي فيروس أي حد ما يتعديش بيتلاقي على طول الوقت يعني على طول بيتعدي البناء آدم سقوط الشعر ألم يعني لو هو مثلا بيروح الجيم أو بيروحي لأي حتة ألم شديد جدا لأقل مجهود وتلاقي نفسك مش قادرة مش قادرة تتحركي اكتئاب شديد سقوط في السنان هشاشة في العض كل الحاجات دي كلها حدثوا لحرب احنا عايزين كمان فيه حاجة أخفلناها فيه تعرض للسترس الدائم بيمنع إن الخلية تستفيد من فيتامين دي صح لأن الريسبتورز أو المستقبلات بتاعت فيتامين دي شبه جدا المستقبلات بتاعت الكورتيزون فلما تركب عليها يجي فيتامين دي عشان يشتغل ما بيعرفش يشتغل طيب يقال وحضرت طبعاً يعني هتصحح لنا لو كان الكلام دا غلط لا يفقد إنه ليه علاقة وجود فيتامين دا في الجسم ليه علاقة بتثبيت الخلايا السرطانية فهل ده طبعاً في الحالة دي بكل تأكيد بيقي من السرطان هل ليه علاقة؟ فبالتالي نقول إنه هو لو نقص من الجسم من الممكن يكون من المسببات للسرطان طبعاً هو حضرتك بالإميونيتي أو الإميون سيستم بيعتمد اعتماد تام على وجود فيتامين دي في الجسم جميع الخلايا بتتصنع بأوامر من الفيتامين دي بيدخل في كل الحاجات دي كلها بيدخل في تركيب الخلايا بيدخل في الإميونيتي نفسها دايماً إحنا يومياً بيحصل لنا إن خلية بتشز عن العادي أو الخلية دي يبقى شكلها مش طبيعي لليل ترقون لما بتفضل قعدة ممكن تعمل سرطان جهاز المناعة بتاعنا فيه مستقبلات معينة عنده يقول لأ دي خلية غريبة عارف حركة لما تراجح حسابتك أول باول لأ دي مش هتعدي الخلية دي لو سمحت لأنها دي مش مظبوطة بتدي قضي عليها في حالة إيه؟ في حالة لقوا إن الجهاز المناعة بتاعنا سليم وكويس معاف نتيجة لإيه؟ لو نعمله العناصر من ضمنها أهم من أهم شيء فيها فيتامين دي الجسم لما بيبقى فيه حاجة نقصه بيبقى دايما بيبعت كده رسائل يقول بيها خدوا بالكو أنا مش تمام ركزوا معي حركة بتقولي إن من النتائج الحاجات بقى شديدة لها تسقط في الشعر ووجع في الأسنان لكن بيبقى فيه مؤشرات كده أول ما نشوفها نقول لازم ناخد بالنا إن فيه نقص فيتامين دي سعب لأي أقل مجهود اكتئاب شديد يعني طبعا اكتئاب شديد هيرجأ الدكتور النفسي طبعا بس قبل ما ياخد الضادات اكتئاب يحلل فيتامين دي طيب هل ليه تأثير على اطرابات النوم؟ طبعا هو اللي بيعمل السركرديا رزم بتاع النوم يبسؤول على إن النوم في موعيد صحة وتنام كويس يعني بس حدث ولا حرج عن فيتامين دي كل الوظائف يعني بقولك التذكر لو الأطفال بتذاكر وتنسى أو إحنا بتحس إن انت عندك نسيان لو إن حضرتك اطرابات اطراب النوم لأنه بيعمل السركرديا رزم اللي هو بتاع النوم اللي هو عبارة عن إيه؟ أنا مثلا بنام بالليل بصحة الصبح مش عارفة إيه كل الحاجات دي؟ كل الحاجات دي التوتر الشديد كل التوتر الشديد هيمنع فيتامين دي هيمنع وجود الكورتزول بنسبة عالية هيمنعنا نستفيد حتى من فيتامين دي لكن نقصه ما يؤديش إلى التوتر؟ لا هو مش نقصه يؤدي إلى التوتر الفكرة في إن حضرتك يعني هو بينظم الدنيا عارف حقيقة لما تحس إن في حد عبارة عن منظم للدنيا كلها يعني هو حتى يعني مسؤول عن تصنيع بيدخل هو بيعتبر بني هرمون بيدخل في تصنيع الكثير من الهرمونات اللي موجودة في الجسم من ضمنها الكورتزول الصح إحنا الكورتزول بنسبة صح هو كويس قوي بيحمينا وبيدفع عننا لكن الكورتزول اللي هو الريبيت السترس أو استرس فترة عالية جدا لا طبعا ده ما ينفعش بيبوز جسمنا تماما بيبوز البناعة تماما أكيد طب دكتورة عالمانية نقول إن إحنا الفترة لازم نبقى واخدين بالنا إن مثلا الشتاء ممكن تزيد فيه الإصابة بنقص فيتامين دي لعن الصيف نقدر ناخد بالنا من المواسم في الجو ولا لا مالهاش علاقة طبعا غياب الشمس هيأثر طبعا يعني الوقت اللي بيتغيب فيه الشمس هيأثر بس إحنا نختنم الفرصة يعني على قد ما نقدر وبرضو في نفس الوقت تحليل مستمر الفيتامين دي لو إحنا حاسين الأعراض اللي إحنا قلناها وهي أعراض مالية الجسم يعني يعني ضعف المناعة واجع شديد في العضلات واجع شديد في الجسم تاعب لأقل مجهود اضطرابات النوم سقوط الشعر يعني ممكن بعد الناس توصل معاه لها شاشة لتكسير العظم طيب هل علاجه بالنسبة للأطفال زي الكبار؟ بالزبط إحنا بس بنظبط الجرعة بتاعته يعني بتعمله تحليل فيتامين دي وبنظبط الجرعة بتاعته على حسب بقى هو نقصه قد إيه على حسب بيحتاج قد إيه كده بالزبط أكيد دكتورة لما نجي نقول أن كده يعني استشرف من الكلام أن فيتامين دي هو المسؤول على الميتابوليزم كله بتاع الجسم بشكل أو بآخر أو هو واحد من العوامل اللي تقدر تدعم الفكرة موجودة في الجسم نقدر نقول أنه فيه أوقات بنتطر نلجأ لأن احنا نقص فيتامين دي علشان نسيطر على حاجة أخرى في الأمراض ولا لا ما لهاش علاقة أنت مش فهم أصلا فيه أوقات بنتطر ننقص فيتامين دي يعني ينقص هو لازم يبقى أوبتمل لكن ليه حد معين يعني أثناء مثلا عمليات زراعة الأعضاء بنوضع في المناعة قليلا علشان لغاية ما الجسم يقدر يتقبل الحاجة هل فيتامين دي مثلا فيه بعض أوقات بنلجأ أن احنا نقلق له لا هو أصلا يعشان زراعة الأعضاء دي أنت بتعملي كروس ماتشنج للحاجات الأول بتعمله أن الحاجات بتعملها كروس ماتشنج خلاص هو تعمل تقابل خد من الدونر ريسيبيا أنت عندنا بياخد يعني حاجة بتنقص المناعة مش بفكرة فيتامين دي في حد ذاته لا هي حاجة دواء ينقص ريجيكشن أو أن هو يحاول يلفز هذه الزراعة يعني ما فيش علاقة بين الحاجتين مع بعض إلا إذا هو مثلا عنده نقص مش عارف أي لا حكاة تنقصه لا هو إحنا بيتزبط العيان قبل وبعد العملية ولازم بياخد حاجة يعني بتنقص البيونيتي بتاعته طيب ليه السيدات دايما هم الأكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين دي الميش رجالة بيمكن ما بيتموش بزحيتهم يمكن بيعملوا ضاية كتير جايز يعني هو الفكرة يعني وممكن هي بتلاحظ أكتر أو بتفزل مجهود أكتر معرفش يعني أنا يعني هو الفكرة يعني عشان كمان الحاملة والولادة يعني والرضاعة الحاجات دي كلها استهلاك من رصيدها كل شكر ليك يا فندم على كل هذه المعلومات وتوضيحات دكتورة نهل عبدالوهاب استشاري البكتيريا والمناعة والتغزية ألف شكر ليك شكرا يا فندم شكرا جزيلا يا حبي